واي اي صحيح اي محتلق يعني حاجة انا معيتنا على طول اوكي? طيب جميل او دي حالي. طيب نبدأ بايا يا شباب كده كله يطلع معي كده على ايه? على آآ علشان خاطر هنقول هناك كلمتين حلوين اولي. التركيب الكرموزومي للانسان. من اللي فاكر يا ولاد? التركيب الكرموزومي الانسان. انا كان عنده كم كرموزوم؟ قول يا يصف كان عبارة عن كم? ست اعتاد عشرين زوج. علينا ولا عليك? تلاتة وعشرين زوج من الكرموزومات او ستة واربعين كانوا متقسمين ازاي? اتنين وعشرين زوج جسدي وواحد اتنين وعشرين زوج من الكرموزومات الجسدية زائد زوج واحد فقط من الكرموزومات اللي كنا بنقل عليها الكرموزومات الجنسية. مش الحال? مين يفصلهم لي اكتر? غير ونفراوي. نفراوي. الاتنين وعشرين دولاتي عن اربع واربعين كرموزوم. تمام? اه. في الزكر الكرموزومات الجنسية كانت ايه? في الزكر الكرموزومات الجنسية كانت ايه? لا مش فهم السؤال يا يا ستر والله. طب مين اللي فاكر يا اولاك? مستر حريري تقصد في ترتيبها كتركم كاما ولا سؤال تاني? ايه لا زائد ايه هنا اللي هما ايه هنا ايه هنا سمعتها حد قالها. اكس واي. اكسلنت اكس واي. اما هناك في الانثة اكس اكس كانت اربعة واربعين زائد اكس اكس. كلام صريح. يبقى ازن يا ستازي في الزكر التركيب الكرموزومي عبارة عن اربعة واربعين زائد اكس وار. اما في الانثة التركيب الكرموزومي كان عبارة عن اربعة واربعين زائد اكس اي تي. ماشي. احنا معاك للاخر والامور تمام والحياة حلوة اخر جماعك. طيب ده انسان طبيعي زكر طبيعي ودي انثة طبيعي. ماشي. اللي بيعمله حاجة مستر او بيحصل حاجة في المناسل. ماشي. نحن في الخصة والمبايد. تكوين لما يسمى بيه الامشاج. وعملية تكوين الامشاج دي يعني يا ولاد بتحصل فيه من خلال طول. او انقسام. اسمه الانقسام الميوزي. ميوزي. ما فهاش ته? الميوزي. اللي هو بيقسم الكرموزومات بتاعتي. وبناء عليه الامشاج عندي لما ينجي نقسم هنا. قال لي قسم براحتك اربعة واربعين زائد اكس اكس. هتاخد نصطهم. نصطهم هيبقى ايه هنا? نصطهم هيبقى ايه يا حنين? نصط الاربعة واربعين هيبقى? قول لي يا حنين اشتغل. قول لي يا حنين ما تخفيش. ها يبقى البيضات هيبقى تركيب الكرموزومي للبويضات او الامشاج. طب قول لي يا قول لي يا حالة. ما عادش حالة ما تقول اسرائيل ما عادش. تمام البويضات هيبقى تركيب الكرموزومي بتاع حق ايه? اه اكس اكس. لا باخد نصطهم. باخد نصط الكلام ده كله. باخد نصط الاربعة واربعين. اه ايه. وباخد الجنسية. يبقى هيبقى اتنين وعشرين اكس. اتنين وعشرين زائد اكس. او. اتنين وعشرين زائد اكس. زائد اكس. يبقى ايزا هنا الانسة بتديني انها واحد دس من البيضات. اللي هي اتنين وعشرين زائد اكس. كلام سليم? طب في ناحة تانية. هيبقى يا امبة. هم? ويبقى يا حالة? ايه يا مستر. هيبقى هنا الامشاك بقى او الحيوانات المنوية هتبقى? اتنين وعشرين. اتنين وعشرين زائد. اه اكس واي. زائد اكس او اتنين وعشرين زائد وار. اي. ماشي الحال? يبقى اذا هنا يا سيادة. انا في الامشاك باخد النص. نص الكرومزومات الجسدية في كل الاحوال هما اتنين وعشرين. لكن في الامشاك المؤنسة هتاخد كرومزوم جنسي واحد بس. وبالتالي يا سياد هتاخد اكس اي من لاتنين دول. يبقى اتنين وعشرين زائد اكس او اتنين وعشرين زائد اكس يبقى هون قال لي هنا عندك قبل ما تبدأ في اي حاجة الزاكر اكس واي مع الاربعة اربعين الانسة اكس اكس مع الاربعة اربعين يبقى اذا هنا اي انسان في الدنيا اللي خلقها ربنا لازم يكون عنده اكساية اي انسان زاكر او انسة طبيعي لازم يكون عنده اكساية ما ينفعش انسان يعيش من غير اكس اي موت. مش هيكمل. فهمين ازاي? وبناءا عليه يا استاذي اي انسان لازم يكون عنده اكساية. طيب هنا بقى الحتة اللي اجابة دي الاهم. آآ آآ لما نيجي مسأل ان نقول مين? اياد. اياد انت معي اللي روحك مني فين يا اياد? الاستجابة بطيقة. معظم. تعالي يا اياد. دفتر المقزون بتاعك وتعالي. تعالي هنجوز الراجل ده للستة دية. فهمين ازاي? ها. لو حصل ان البويضة ديا تزاوجت مع الحيوان المنوي او المشيج المذكر اللي فوق ده. هادي لك ايه? ارجع اجمع بقى تاني. هادي لك اياد. اربعة واربعين. اربعة واربعين زائد اكس ايتين. يبقى لو الحيوان المنوي ده هو اللي خاصة بالبويضة ديت هيدين اربعة واربعين زائد اكس اكس يعني انسة. طب لو الحيوان المنوي التاني ده هو اللي خاصة بالبويضة ديت هيدي لك ايه? اربعة واربعين اكس واي. اربعة واربعين زائد اكس واي. وهنا يجي السؤال المهم جدا يا اياد. ها? سؤال على مر العصور واحنا بنسأله. مين اللي مسؤول عن ان الجنين طلع ولد او بنت? الراجل ولا التت? الراجل. الراجل يا مستر. الراجل. شفت يا حنين ازاي? يبقى ازا هنا يا سيازي? الانسة كده كده ما عندهش غير بايدة واحدة بس. اللي هي اتنين وعشرين مع اكساين. النمس ذكر هو اللي بيبقى عنده نوعين من الامشاج. لو المشيجي اللي فوق ده هو اللي يتزاوج. يبقى ازا في الحالة ديت هتطلع انسة. هتطلع بنت. المشيجي التاني ده ليه تزاوج هتطلع ولد. فاهمين ازاي بالراجل اللي ها اللي مانطو بتقول له الراجل اللي تجوز وخلفت له بنت في التانية في التالتة في الرابعة. خير نعمل من راند ربنا يعني. فاهمين ازا لكن مانطو بتقول له ايه? بتجوز عليه واحد تانية تجيب لك الواد. شو تقول له كده? ها? طبعا الكلام ده مش صحيح اصلا بصرف النظر عن الافكار دي كلها. لا اوه مش صحيح. والراجل اصلا هو اللي مسؤول عن الجنين ده ولا ده ولا بدي. ليه? لان هو اللي عنده انواع مختلفة من الامشاج. انما الانسة هو ماشيج واحد بس اللي موجود. اللي هو الايه? البويضة العادية اللي هي اتنين وعشرين زائد اكس. طيب على اية حال دي كلها الامور الطبيعية. الامور الطبيعية. ان الراجل يكون يا استاذي اربعة واربعين زائد اكس واي. هيجيب لي امشاج اتنين وعشرين زائد اكس او اتنين وعشرين زائد وıyorum. بالن الانسة بتكون اربعة واربعين زائد اكس اكس. هتجيني امشاج عبر على اتنين وعشرين زائد اكس. بس. تاك وترك هيتلع لي اما زكرة. يا اما انسة. مشكل طبيعي خالص والامور عادي خالص. والدنيا تمام التمام. طيب. هل الواضع ده ممكن يحصل فيه خلل اللي ايه? يحصل فيه. الخلل بقا اللي هو في ايه يا اولادي? قال الخلال يا مستر ممكن يحصل اثناء الانقسام الميوزي. واهن من اهن على الانقسام الميوزي. لا سيما في البيضات خصوصا في البيضات. نادرا ما بيكون في الامشاج المذاكره. لكنه دايما بيكون في البيضات. لانه اساسا الانسة اساسا كلها على بعضها بتديني كم بوايدة في حياتها. بتديني حوالي ربعمائة بوايد. خاصة بينهم اتنين تلاتة على حسن ما تخليك كم ولد. فاهميني ازاي? انما اتذكر في المرة الواحدة حوالي ميتين مليون حوالي معنا. يبقى ازنا لو في نزجة خطأ موجودة في الامشاج المذاكره بتتداوى. او في الغالب انها بتكون في الهدر بتاعه. ماشي الحال انما الانسة لا دايما او في الغالب يعني المشاكل بتبقى موجودة فيها. المهم. المشاكل بتحصل ازاي? قال لي يا استاذ احنا عندنا اربعة واربعين زائد اكس اكس. لما بنجي نقسمهم بنقسمهم الى اتنين وعشرين زائد اكس واثنين وعشرين زائد اكس. ولكن اللي حصل هنا ان الاكسايتين لازا اف بعض. اه. الاكسايتين. اثناء المياز. لازا اف بعض يا مستر. وبناءا عليه كان الناتج عبارة عن ايه? مين يقول لي بقى الناتج هيب عبارة عن ايه? قولي يا مونة. سمعت شوتك النهار ده يا مونة. ما حضرتك يا مستر. يلا يا حبي. ها? لو الاكسايتين لازا اف بعض. واحنا بنقسم هيب الناتج عبارة عن. ايه? ايه? ها? قسمي اللي اربعة واربعين. بقولك انا بقسم بقسم لاتنين لنصين. اتنين وعشرين واثنين اتنين وعشرين واكس. الاكسايتين لازا اف بعض. هيبه الناتج عبارة عن ايه? ولتن دخلوا في خلية واحدة. يبقى في الحالة ديت الناتج هيبقى ايه? بالزبط طب. طب ايه الاربار دي نصهم كام? اتنين وعشرين. يبقى قدل اتنين وعشرين. نصهم اتنين وعشرين. تمام? الاكسايتين دول بدل ما اكسايت توزع هنا واكسايت توزع هنا. الاتنين لازقه ببعض. يبقى هتبقى عندي واحدة فيه ما هتبقى اتنين وعشرين زائد. والتانية. تن وعشرين بس. تن وعشرين بس. تن وعشرين بس. ما حصل خلل. ما هو ده الخلل بقى اللي حصل. بنقول عليها تن وعشرين زائد هو. مش الحال? يبقى وضيية يعني سفر يعني فيش حاجة يعني. ماشي? يبقى ازا هنا? لما يحصل خلل. لما يحصل خلل في الانقسام الميوزي. في البويضة. هتبقى البويضات بالمنجر. واحدة فيهم اتن وعشرين زائد اكس اكس. والتانية اتن وعشرين زائد او. يعني ما فيش حاجة خالصة. العجلة اللي بختها المايل بقى ست دياً او مش بخت مايل ولا حاجة يعني كل رزق من العجلة اللي بنصف نطعها يعني. كان هو ده اللي يحصله ايه كان هو ده في وقت الاخصاب او وقت عملية التزاوج يعني. طيب الناحية التانية بيجي لنا بيجي لنا ذكر العادي خلص اتنين وعشرين زائد اكس او اتنين وعشرين زائد واي. هنا اول سؤال فخة. هنا اول سؤال فخة. لو البويضة دي. اتخذ تابت بالسبرم ده. ايه اللي هيحصل? ايه اللي هيحصل? اللي مركز من الاول حسنها كويس ولا هيجاوز? ايه. لو البويضة لانا هم شايف الاسهم اللي انا عمل حاديا? هما دولوا. ايه اللي هيحصلة? هيموت يا مستر. هيموت الله ينور عليك يا مونة. عشان ايه? اصبح الناسك اربعة واربعين زائد واي وما عندوش اكسات ده ما ينفعش. يبدا ما ينفعش. يبدا هيموت. كلام سليم? كلام سليم. طيب يا سيزة. لو بقى ديا اتخذ تابت بداية. هيبقى الناس يجبعها عن ايه? كميليها يا مونة? اربعة واربعين اكس واي. ايه? اكس واي. لا. لا بص كويس. هيكون عنده خلل كروموسوم زيادة? الكروموسوم زيادة. اللي هو التركيب كروموسوم ده عبقى ايه بقى المرة دي? اربعة واربعين. اربعة واربعين زائد اكس اكس واي. ايوان انا عاوز ده. اربعة واربعين زائد اكس اكس واي. مستر احنا متفقين مين شوية? ان انا لو اربعة واربعين زائد اكس اكس يبقى انسة. اربعة واربعين زائد اكس واي يبقى ذكر مين ده? ايه? انت مين ظروفك ايه معايا? اربعة واربعين زائد اكس ايتين مع الواي. قال لي اه. ده بقى حالة جديدة اسمها حالة متلازمة يعني ايه متلازمة يا مستاذي او ايه ظروفها بالزبط قال لك عندها اكساية زيادة مبدئيا هو زكر بسبب وجود الكروموزوم الجنسي هو زكر حلو جميل اوي انا موافق جبه طلعنا بيه ولكن زكر عنده اكساية يا حبيبي يعني ايه يعني الاكساية دي هتعبر عن نفسها يعني ايه برضا المسر انا نفاهم يعني ايه لا 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 مش بالطريقة ديا هو فعلا بيبقى وما ب���ان بيبقى عقيم ماشي ما بدمان بيبقى عقيم ولا كده ولا ولا الى ولا ولكن فعلا بتبع عنده النزعة الانسوية او الهرمونات الانسوية بتبقى زيدة شوية. ماشي انحال حتى المسال اللي كانت تضاريسة الجسم نفسها نمو الساديين وكده دي بتبقى حاجات كلها انسوية. يبقى ازا يا سيادة اربعة واربعين زائد اكس اكس واي بنسميها حالة كلاين فيلتر هو زكر عقيم بسبب وجود الكروموزوم واي ولكن وجود الكروموزوم اكس بيعبر عن نفسه بشكل ما مما يزيد من النزعة الانسوية او هرمونات الانوسة او حتى شكل الجسم الخارجي بتاعه بيبقى الى حد ما انسوية. دي بنسميها متلازمة او حالة كلاين فيلتر وهي موجودة. ماشي الحال فا اا 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 دي كده اول حالة عندي. طيب يا سيازي. لو ده اللي يتزاوج مع ده. اللي في الحالة ديا هيبقى عندك عبارة عن اربعة واربعين زائد اكس ايا بس. ما لها اكس او. اربعة واربعين زائد اكس او. خاني واحدة. الاربعة واربعين زائد اكس او. دي بقى عبارة عن ايه? قال لي دي حالة تانية يا ولاد بنسميها حالة انسة تيرنر. بنسميها حالة انسة تيرنر. ايه ديت او ايه فكرتها? قال لي المفروض تبقى اكسايتين عشان تبقى انسة كاملة. تبقى انسة عادية. قال لي هنا عندها اكساية واحدة بس. طب والاكساية التانية اش موجودة? وبناء عليه? بتبقى انسة ناقصة. ناقصة الانوثة. فبالتالي يا سيازي. بيبقى عندي اول حاجة برضو بتبقى عقيمة. حالة تيرنر بتبقى قزمة. حالة تيرنر بيبقى دايما عندها مشاكل داخلية. حالة تيرنر او انسة تيرنر دايما بيبقى عندها مشاكل داخلية. زي ايه يا استاذي? قال لي زي مثلا عندك تشوهات في القلب. تشوهات في الكلى. تشوهات في الرقتين. لذلك برضو بيبقى عمرها قصير. حالة تيرنر او انسة تيرنر. ماشي الحال. ديت بعض الصفات الخاصة بها. ولكن اوى كتب لك طبعا بيكون قصيرة. وربما تشوهات في بعض الاجزاء من جسمها زي الكلا والقلب. مش الحال بالاضافة طبعا الى بتاعها اللي هو اكس او. دي حالة لا يتكون لديها جهاز تناسولي اصلا من دي البداية. لا يتكون لديها جهاز تناسولي اصلا من دي البداية. ما تقدرش تقول لي بقى انها ايه? عقيمة ولا غير عقيمة. لا عقيمة ايه? ده ما فيش اصلا. فهمني ازاي? وبناء عليه اصبحت دي الحالة التانية اللي هي حالة تيرنر. يبقى خدني اصلا دي حالة اسمها حالة اللي هي اربعة وربعين زائد اكس اكس او. دي عندها كروموزوم زائد. حالة عندها برضو كروموزوم ناقصة اللي هي اربعة وربعين زائد اكس. استاذي هو الخلل لازم يكون في الكروموزومات اكس. مش ممكن يكون في كروموزومات تانية. لك لا ممكن. تخيل بقى زوج الكروموزومات رقم واحد وعشرين بزداد. ممكن يلزقوا في بعض. زوج الكروموزومات رقم واحد وعشرين بذات. ممكن يلزقوا في بعض. وبناء عليه قال لي يا أستاذي هيدي لك بويضة فيها تلاتة وعشرين زائد اكس وبويضة فيها واحد وعشرين زائد اكس. دي ما تنفعش. دي اللي ممكن تتزاوج. مع اي حيوان منوي ايا كان عبارة عن مثلا اتنين وعشرين زائد اكس زائد اكس او اتنين وعشرين زائد هيكون الناتج ايه يا ولاد? دي معده او معده هيكون الناتج ايه? ايوة اقول ماشا اي حد يقول خمسة واربعين اكس وي خمسة واربعين زائد اكس اكس او خمسة واربعين اكس اكس. زائد اكس واي. دي بنسميه ايه بقى يا ولاد? هنا عنده كروموزوم زائد. بس الكروموزوم جاسدي. لا سيامة بالزائد يعني كروموزوم رقم اه اه واحد وعشرين. بدل ما يبقى عنده زوج من الكروموزومات اصبح عنده تلات كروموزومات. او ريال كفر اسمه دلوقتي. ولكن ده عنده كروموزوم جاسدي زائد. وبناء على الحالة دي حد اعرف حاسة اسمها حالة ايه يا ولاد? دي بمنتهى البساطة متلازمة اللي احنا بتسميها العاته المغولي او البلح المغولي. البلح المغولي دولا. تطيرين كده. دماغهم مفتحة. اه وشوهم بيضاوي. الواجه بيضاوي او مستدير كده. عيونهم ضيقة. الازن صغيرة. اه اصابع اديهم ورجعهم بتكون كثيرة. اه عندهم تاخر في النمو البدني والعقلي. دي كلها امرها ساهل. مشكلة وبيموت. حالة دهم بتموت. مهندري. يعني دو بيوصل لتلاتين سنة وبيموت. كملش. مش الحال والتركيب الكروموزومي بتروبها عن خمسة واربين زائد اكس اكس او خمسة واربين زائد كانوا انسة او خمسة واربين زائد اكس او اي لو هو زر. ولكن اولاد تخيل لو ان هم مش عاقين بنسبة مية في المية. بعض الاحام بيبقى القدرة على التزاوك. بعض الاحام ببقى القدرة على التزاوك. دي كده الحالة الاخيرة معانا اللي هي حالة ايه? حالة. دعم. هو ما يسمى بيه البلا المغولي. اه دي كده التلات حالات الحالات الكورموزومية الشازة في الانسان عندهم عاقة دهنية ولا النسبة قليلة. اه 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 هي عمتا حيات احنا بنشوفها كتير قوي. موجودة مغراء الدنيا في الشوارع يسارة. فنزب احنا بنقولش باقي عاقة دهنية ولا الكلام ده. احنا هو مثلا تأخر في النمو العقلي. فماذا انه ما يعني ما بيبقاش مثلا ايه? اه عنده لا التحليل وتفسير وحل المشكلات وبتاع. لا بيبقى هنطو اخر او في النمو العقلي. فهماني ازاي? فاحنا يعني ما بنقولش اعاقة وكده يعني ايه? عشان ما تبقاش تكلمة جرحة وجفة قوي. فبينقول تأخر بس في النمو العقلي. اتفادر ايه يوزف? ما مزر فيه يعني مرض جلدي متقشر او نونو بوني تقريبا. لون جلد. ايه او جد متقشر. يكون يعني ايدي راسه. كده اسمه ايه? خاصة بدون يعني ولا بالبهاء ولا انا مش فاهم تبقى ايه? ايه بس يعني ده بس اه زي دون كده? لا 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 الحالات انا هم نتكلم عنها ديه كلها حالات كروموزومية. طفرات كروموزومية مشكلة في الكروموزومات. احنا تفعل قبل كده انا عندي عدد الكروموزومات لازم تكون تابق. عدد الكروموزومات لأي انسان في الدنيا لازم تكون ثابق. من شيء اه اه الانسان مسلا ستة واربين كروموزوم. الانسان ست والبين هذه بل عنده ستة واربين كرموزوم. زيت كروموزوم او نقص كروموزوم بتبقى الحالة دي. ودي حالة دي مش امراض. دي مش حالات. ما نشأ لأي. هتعلق كروموزومات ازاي? وحدة عندها كروموزوم نقص. فبتسميها حالة تيرنر ام انسة تيرنر آآ بتبقى زي ما ماشي الحال هنا يا ولاد بيكلمني ده حالة ده ونحيا مش الحال يعني بيبقوا له زيز قوي لطاف قوي يعني ما لذلك ما بنجرحش ونقول متخلفين عقليا والكلام ده وانا عدوا بتأخر في النمو العقلي وحتى مجتمعيا بيتعاملوا كويس والمفروض يعني هنتعاملهم بشكل بشكل يعليك بهم كباني قدميين مش مش شافقة بهم كباني قدميين فهمني زي عليك الفكرة كلها انا بيموت القصة كلها حد يعرف حد دول الاول قبل ما تكلم كنت بشرح في حصة حد قريبك يا عم اه مين يا رب لك درجة اولى ابن عمك يا موضوع انا مش فارق معا اه لا درجة واحدة بنت عليه داخلها بنت قاليه داخلها بس او لا او لا بيموت عند التلاتين بيموت و لازم نقبل كلنا القصة ديت وآآ ويعني يا كلها بحاجات معنى ربنا سبحانه وتعالى طيب نرجع تاني لي الجزئية بتاعتنا تحديد الجنس في الانسان قال له يا سيدي اه بداية مع اكشاف كرة الكروميزومات قدي بيكلام نوت على الكروميزومات الكروميزومات اه اربعة رب module x x في القنصة وعبار بين satellite y في الزكر مش الحال بدء ان هو يكونل قلب ويداغ لحيوانات المنوية هنا اتنين وعاشين zzx بس في القنصة واين وعشين zzx في الزكر او اتنين وعشرين زايد y مبدئيا ايه الفرق بين الكروميزوم x والكروميزوم y ياуди organic الكروميزوم x اكبر بين الكروميزوم y في الحاج وشهاد صفات اكتر اذلك اي انسان لازم زي ما اتفقد لكون عنده على الاقل x واحدة معبودة لانها بتحمل عطل كبير من استفات حتى الجسدية كمان غير استفات الجنسي. اه احتمال بتحديد الجنس طبعا في في الجنين اللي هي زي ما احنا تكلمنا. قال لي يا سيدي هنا اه الزكر او اتنين وعشرين زايد اكس اكس اكس. اكس مع من هنا مع تنين وعشرين زايد ايكس مع اتنين وعشرين زايد ايه زايد اكس. ولكن بس في حتة بمهمة او بنقولها برضو ان انا عندي اه 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 الزكر الزكر بيتعرف الزكر بتعرف بعد ستة اسابيع. الزكر بتعرف بعد ستة اسابيع. ماشي الحال يعني بعد شهر ونصف الضغط من بداية الحمد بيبدأ عندي اه الجهاز ده نصوري الزكري بيتكون وبيقدر انه يتميز الزكر ده في ايه في اه في هو لسه يتكون. لكن لو ما تكونش زاكر يبقى خلاص ده مش هيبقى زاكر ده هيبقى انثة ولكن الانثة يبدأ يتكون لها لاجهزة الكنصورية بتاعتها وتتميز الانثة بعد اتناشر اسبوع يعني بعد تقريبا تلات شهور من الايه من اه الحم. ماشي الحال طبعا القصة ديت كلها امرها سهل والكلام فيها. الحالات الكروموزومية الشازة. حالة كلايم فلتر. حالة كلايم فلتر. قال لي اهيها يا صاحي. الفكرة اللي فيها عندي. اتنين وعشرين زايت اكس اتين. مع حيوان مانا واي. هيدينا اربعة واربعين زايت اكس اكس واي. ودي بيكون سبعة واربعين كروموزوم. زاكر عشان خاطر عنده واي. سبب الاختلال وجود اكس زيابة عنده. ماشي الحال الاكس ده عبر عن نفسه بدرجة ما. ادى الى غياب الخلال المولدة للحيوانات المنوية. فبتالي بيبقى عقيم طبعا. بالاضافة الى ظهور بعض اعراض ايه الانوسة. على الزاكر دوت. مسته ايه? تضخم حجم مسته ايه. حالة تيرنر. حالة تيرنر. الحالة التانية. قال لي اه استاذي بيكون اربعة واربعين زايد اكس. طبعا الاودي هي زيرو يعني ولا حاجة. ماشي الحال فبتالي اصبح عندها خمسة اربعين كروموزوم بس. فناقص كروموزوم من عندها اصبحت اربعة واربعين. او او اربعة واربعين ايه وزايد اكس بس. وبناء عليه يا استاذي بتكون انثة اه 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 نقصة. وانثة مش كاملة الانوسة. ماشي الحال لا تصل الى محاوات البلوغ من الاساس عشان اقول هي اللي هي يعني اه عقيمة ولا مش عقيمة ولا كده لا ده هي اساسا ما تصلش معها البلوغ وجود بعض العيوب الخالكية اللي موجودها في القلب والكلا بالاضافة الى كسر في القلب. جديد بالذكر اراد في حالة تانية اللي هي ممكن يكون فيها اه اه اربعة واربعين زايد اكس يتم من هنا مع اكس من هناك هي طالع تلات اكسات اربعة واربعين زايد اكس اكس اكس. دي يوم ما بيسموها انثة بلغة اه فائقة الانوسة. هي ولا فائقة ولا حاجة. هي اصلا تبعها قوعة تانية. فاهمين ازاي? بيسموها حالة تضاعف جنسي. دي بيسموها حالة تضاعف الجنسي. اعراضها وافكارها ما يجب لكش تشريفها. ولكن هي موجودة عشان لو شفتها في قلب الاختيارات والحاجة تكون فاهمتها. ماشي الحال. الحالة الاخيرة اللي هي متلازمة سواء كان زاكر او انثى. لازم كنا عارفة المنزل كويس ان المشكلة بتبقى على زوج الكرومزومية رقم واحد وعشرين بيبقى في لازق فيه كرومزوم زيادة اسمان الانقسام الايه? الانقسام الميوزي. بيبقى عندها كرومزوم زيادة. الاعراض بتاعتها تأخر النمو وتأخر الفهر. وجه بيضاوي. كسر الكام ومؤخرة رأس المسطحة. كسر اصابع القدمين واليادين. صغر الازن. تحد بوضيك في الايه? في العيو. ماشي الحال? بنسميها حالة دون وحالة دون بيكون ذكر او انثى. طب من حيث العكم باقي استاذي. حالة دون عقيم ولا لا? اها. كرومزوم زيادة كرومزوم مايس هي خرابة على طول يا ساعة. ماشي ستة واربعين كرومزوم اناس بو ستة واربعين كرومزوم. ماشي. ماشي. لكن الحالة دوني قلت فيه الغالب عقيمة. في بعض الاحيان الظروف الدايئة قوي. بيستطر بيستطر انجاب. تحيالوا? انجاب افراد سليمة كمان. تحيالوا? في الغالب بيقولك انها تبقى عقيمة اه لا اي حالة مش بنفس الشكل مش بنفس مش بنفس سنران انت فهمت هي اه انما الهرمونية اتبقى زيادة شوية. ماشي الحلوة انما هي يعني ايه كلمة انوصى اصلا? ااء 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 اه ازا كانت القدرة مسلاً القدرة الجنسية الانجابية والكلام ده كله. ما عندهاش الفيلم ده. فبالتال اصبح اصلا انسة عقيمة. فمنينها تقولي بقى ايه? فائقة الانوسة اصلا او تصفها بالانوسة في الوضع ده. تفهميني ازاي? فهي في العضب والعضب اللي عادي تعيشها. تلات اسات. بتبقى انسة عقيمة. ليست لها القدرة على التزاوج اساسي. ماشي الحال. فهي حالة موجودة وكانت موجودة في المنهج قبل كده. ولكنها تشارت من المنهج ولكنها تسايبها كده في ايه? في بعض المرحوزات عشان فاطر بيسيب اسئلة عليها. بالشكل ده احنا خلصنا الدرس بالكامل وخلصنا كل الاجزاء اللي موجودة عليها. ماشي الحال. واختبر نفسك ده سؤال جميل جدا. نحلو دلوقتي ان شاء الله بعد من خلص الحصة على طول. كل واحد كده يمسيق قعد يفكر فيه ويحلو. والاسئلة اللي هنا. اللي من صفحة مية وعشرين على الدرسة. ماشي الحال هتبقى هي ديا الواجب اللي علينا. اه في حد دي عند مشكلة في حصة النهاردة دينا او في اي حاجة مش واضحة. حنين في اي مشكلة في حصة النهاردة? لا تمامية يا مسترم فيش في مشاكل. جميل على الاخر الاحياء بتزاك الحصة بعضيها على طول بتحلي. ماشي الحال المس بتتنزلك اللي هو ماركي بتاعك على المنصة. بتحليه على طول او مهمة يعني. بس خلاص ورقة سئلة دي هالواجب بتاعك. بتحليها تبقى احيالي على طول. نحل فان شاء الله الحصة اللي جاء مع بعضينا. ونخلص اخر جزئية في الوحدة الاول. ماشي الحال. باقي الناس في اي حد عنده مشكلة او في اي حاجة مش مفهومة او في اي حاجة مش واضحة? لا يا مسترم. كل الناس امورها تمام من تمام? ام. تمام. اشكركم جدا يا حباب قلبي اشوفكم ان شاء الله على خير الحصة اللي جاية يوم الخميس. ونزبط الدنيا واي حد الناس اي حاجة اقول لعب. السلام عليكم. موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة